بفضل إخلاص رجاله وحمسهم وغيرتهم على نديهم عبر كل العصور النادي الأهلي بقى كل تفكيره دلوقتي إن يخزه يغرد خارج السرب ليه بقى؟ لأن النادي الأهلي زي ما قولنا في حتة وبقيت الأندية في حتة هانية خالص النادي الأهلي دلوقتي بعيد عن أي منافس النادي الأهلي المارض الأحمر اللي بيرفع دايما شعار السعود لمنصة التطويج فقط ولا يقبل غير الفوز بالبطولات وبيعتبر دايما المركز الثاني زيه زي المركز الأخير وإحنا بغير منصة التدويج اللي إحنا عودنا عليها النادي الأهلي المتميز ما بنرضاش بيها أي حاجة تانية شفنا الكابتن محمود الخطيب مبارح هو بيستلم الجايزة وهو كابتن محمود الخطيب مش عايز أتكلم عليه لأن الشهادة ممكن تكون مجروحة ولكن كابتن محمود الخطيب أسطورة كروية كبيرة الجميع يعلم إيمتها موجود على المنصة كان أمس مع أساطير كروية على مستوى العالم ودي دايما وأبدا مكانة الكابتن محمود الخطيب لأن زي ما احنا عارفين هو أسطورة مش أسطورة بس عادية في الملعب رغم عزال الكرة ولكن كمان أسطورة إدارية مع مجلس إدارته فهو ناجح وحقق كافة المطالب التي يحتاجها أي فريق للنجاح والنتيجة اللي إحنا شفناها مبارح التواجد على المنصة منصة التدويج مع الكبار لأن دي مكانة الأهلي وده الكابتن محمود الخطيب أسطورة الأساطير اللي هو رمز كبير جدا من رموز القلعة الحمرة دي قيمة الأهلي ودي رموز الأهلي شايفين مبارح قمة الاحترام من جانب المنظمين للكابتن محمود الخطيب ورموز الأهلي والناس كلها بتتكلم هناك في دولة الإمارات الشقيقة عن قيمة هذا النادي العريق وكيف وصل لهذه المرحلة هي أجيال أجيال وراء بعض بتتوارس حب هذا النادي وما تعرفوش حب هذا النادي بيبقى شكله إيه يمكن الواحد بيحسها لما بيبعد شوي عن النادي ولكن حب النادي ده مولود فينا جوانا مجرد أي واحد بيخش النادي الأهلي ولو اليوم واحد بس بتحس أن انت مولود جوى النادي الأهلي وبتبقى أنت عايز وانت لابس الفانيلا أن انت تموت نفسك علشان رفعة النادي الأهلي كل ما ينتمي للنادي الأهلي بيفتخر بعظمة هذا الكيان اللي هو فعلا فوق جميع أبنائه والكل بيعمل خدمته وراء قطاع عريض من الجماهير العظيمة سواء داخل مصر أو خارجها فالكل يعلم قيمة وجماهيرية النادي الأهلي العظيم على كافة المستويات وكل الناس عارفة أولا النادي الأهلي جوى مصر شكله إيه وبرى مصر شكله إيه أنا عيشت في أمريكا فترة كديرة جدا وكت حاسس أن أنا كأني متواجد في مصر ناس كتيرة جدا مش مصريين بس عرب كمان بينتموا انتماء خاص لنادي الأهلي وكانوا دايما بيسألوني الماتش دا الساعة كام والماتش دا هنشوفه فين ونتيجة الماتش لو ما شفهاش كل الناس سواء القاسي أو الداني دايما دايما بيحبوا يعرفوا إنجازات وبطولات النادي الأهلي العريقة ودايما كله بيتكلم عن الإنجازات بيتكلم عن البطولات وعن كبرياء النادي الأهلي وعن مبادئ النادي الأهلي سواء بره أو جوه اللي بيطبقها على الكبير قبل الصغير يعني لا توجد أبدا محابة لأحد في النادي الأهلي على حساب أحد لأن الجميع بيخدم حاجة واحدة بس بيخدم الكيان فقط دون انتظار لأي نتيجة سواء رؤية نادينا الحبيب على منصات التطويج يحصل البطولات واحدة تلو الأخرى زي ما شفناها مبارح الأهلي تم تطويجه مبارح بجائزة كلوب سوكر اللي هي تعتبر من أعلى الجوائز عالميا ناديا للقرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وتم تكريمه بما يليغ به كأحد أعرق وأكبر الأندية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والحمد لله كان فيه استقبال خاص بالنادي الأهلي متمثل في الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من الإخوة الأشقاء في الإمارات الذين نتوجه لهم بالشكر على هذا الاستقبال وده مش غريب أبدا على الأشقاء الإماراتيين لأنهم دايما محبين وعاشقين للمارد الأحمر ومحبين وعاشقين لمصر زي ما قلنا الأهلي في حتة تانية خالص وإن شاء الله في كاس العالم الأندية حيكون ممثل لمصر وأفضل ممثل لأفريقيا بمشيئة الله وسيكون هناك لأن الجميع يعلمون من هو الأهلي في هذا المنديال فهو من أكثر الأندية التي شاركت في هذا المحفل الدولي ونوعد جماهيرنا الكبيرة إن شاء الله إن احنا بنتبع في الكثير والكثير لأن النادي الأهلي هو اللي عودنا على كده النادي الأهلي ما عندهش طموح ما فيش سقف للطموح النادي الأهلي دايما لما بيشترك في البطولة ليس لمجرد المشاركة فقط النادي الأهلي حتى في بطولة أنديت العالم كاس العالم الأندية النادي الأهلي لا يكتفي أبداً بالمشاركة الشرفية فالأهلي يحترم الجميع ولكن يسعى لتحقيق الفوز فقط